السلام عليكم معكم عبد المجيد شلتوت أستاذ اللغة الإنجليزية للصف الثامن من التعليم الأساسي نأخذ درس اليوم إن شاء الله إن شاء الله السكنان هنا يعني عليه عدد السكان & عدد السكني كبير رائع معظم العملاق لأن العالم يترى هنا معظم مليون مليون بدانوا نحن المليون قطعون مليون مليار مليار إنسان يعني الهند فيها عدد سكانها مليار نسمة مليار نسمة أقريكولتور هي الزراعة الزراعة يعني اقتصادها يعتمد بشكل أساسي على الزراعة يعني الجزء الرئيسي أو الاعتماد الرئيسي الاغتصاد الهندي يعتمد على الزراعة الزراعة الناس هم في الأساس فارمرز يعني معظم الناس في الهند هم فارمرز مزارعين فارمرز ويزروا في الأرز الشاي الطعوة ويزروا في الأرز الشاي الطعوة والأشياء أخرى كثيرة يوجد هناك عدد كبير من الصناعات There is also quite a lot of industry ويوجد إلى حد كبير Quite means إلى حد كبير There is also quite a lot of industry ويوجد بها العدد كبير من الصناعات في الهند They make cars, buses and clothes يصنوا هم يصنوا في السيارات Buses, البصات and clothes والملابس Visters to India can do lots of things زوار الهند أو السواح لما يمشوا الهند Visters to India can do lots of things يمكن أن يقوموا بالكثير من الأشياء يمكن أن يديروا هذه البحاجات يعني لما يمشوا السائح بيمشي الهند ممكن أنه يدير هذه البحاجات يعني فيه إمكانية أنه يفعل الكثير من الأشياء They can ride elephants Look at the wild animals and climb mountains They can ride elephants يقدروا يركبوا على متن الفيلة They can ride elephants يعني يركبوا على متن الفيلة Ride يركب They can ride elephants يقدروا يركبوا على متن الفيلة Look at the wild animals ويشوفوا للحياة البرية أو الحيوانات البرية زي عندنا هنا Tiger and climb mountains ويتسلقوا الجبال and climb mountains الدولة اللي عندنا الثانية country number two in our lesson Oman Oman is not very big and it has quite small population Oman is not very big دولة Oman لا تعتبر كبيرة جدا Oman is not very big and it has quite small population ولديها عدد صغير من السكان quite small عدد صغير جدا من السكان The oil industry is important The oil industry is important صناعة النفط تعتبر مهمة جدا في Oman The oil industry Oil industry بمعنى صناعة النفط Oil هنا بمعنى النفط وليس الزيت جي بمعنى الزيت لكن المعنى الثاني لها هنا هو النفط The oil industry is important But agriculture is more important agriculture is more important يعني الزراعة مهمة أيضا مهمة جدا أو أكثر أهمية More important But agriculture is more important Most people work as farmers or fishermen معظم الناس Most people work as farmers يعملون كمزارعين Farmers or fishermen وصيادين Fishermen صيادين The farmers grow fruit and vegetables المزارعين يقومون بزراعة الفواكه والخضروات The farmers grow fruit and vegetables Visitors to Oman can buy jewelry and visit interesting all thoughts Visitors to Oman can buy jewelry and visit interesting all thoughts زوار Oman زوار Oman visitors to Oman can buy jewelry jewelry لاحظوا هناك كلمة jewelry jewelry تنطق يعني مجوهرات زوار Oman يمكنهم أن يشتروا المجوهرات jewelry and visit interesting all thoughts ويزوروا القلاع القديمة thoughts هناك thoughts بمعنى قلاع أو حصون thoughts لاحظوا ال R silent لا تنطق thoughts and visit interesting all thoughts they can also go swimming يمكنهم أيضا الذهاب إلى السباحة sailing والإبحار sailing and climbing والتسلق now we have these questions عندنا لسلة هادي اللي هي موجودة في الكتاب عندنا نجاوبوها مع بعض which country is bigger India or Oman ما هي الدولة الأكبر هل هي الهند أم Oman which country is bigger India or Oman India actually is bigger than Oman India sorry is bigger than Oman question number two يعني الهند هي أكبر من Oman كما ساحة الهند أكبر من Oman what do the people grow in India 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 ماذا يزرعون الناس في الهند they grow rice يزرعون زي مخدانة rice الارز tea الشاي كتن القطن and many other things والكثير من الأشياء الأخرى question number three here what can visitors buy in Oman شن يقدروا يزوروا سواح السواح اللي يمشوا لي Oman شن هي الأماكن اللي يمكن يزورها visit to Oman can buy jewelry يمكن أن يشتروا المجوهرات visit to Oman can buy jewelry and visit interesting all thoughts ويزوروا القلاع أو الحصون القديمة and visit interesting all thoughts يعني interesting هنا يعني المشوقة أو الجميلة and visit interesting all thoughts and visit interesting all thoughts question number four here which country would you prefer prefer to visit why which country هدا يصل فيك انت which country would you prefer to visit شن هي الدولة اللي انت تفضل انك انت تزورها I prefer to visit هذا يعتمد عليك انت depends on you يعني انت الدولة اللي تبديرها I prefer to visit Tunisia Egypt any country like that Egypt Tunisia et cetera الدولة الثالثة اللي عنا هنا اليوم country الثالثة اللي هي Japan اليابان Japan is not a very big country دولة اليابان لا تعتبر كبيرة جدا Japan is not a very big country but it has a large population لكنها تحتوي على الكثير من السكان يعني عدد سكانها كبير جدا industry is very important الصناعة في اليابان تعتبر مهمة جدا industry is very important Japan makes cars Japan makes cars اليابان دولة كما هي معروف عليها تصنع في السيارات Japan makes cars computers and all kinds of things for the home اليابان الصناعات المتحة اللي هي cars السيارات computers الكمبيوترات and all kinds of things والكثير من الأشياء أو العديد أو جميع الأصناف for the home يعني الاستخدام المنزلي المعدات المنزلية computers and all kinds of things for the home the farmers grow rice and vegetables المزارعين هناك يزرعون الأرز والخضروات vegetables the farmers there grow rice and vegetables المزارعين هناك يزرعون الأرز والخضروات japan is very interesting for visitors japan is very interesting for visitors يعني اليابان دولة جميلة جدا أو مشوقة للزوار japan is very interesting for visitors they can see all temples and beautiful gardens they can see all temples all temples هنا بمعنى المعبد المعبد يعني المكان اللي يصلوا فيه الناس يعني they can see all temples المعبد القديمة and beautiful gardens beautiful gardens والحضائق الجميلة they can also go shopping in big modern stores ويمكنهم أيضا التسوق في المحلات العصرية modern هنا بمعنى العصرية الجديدة they can also go shopping in big modern stores ويمكنهم أيضا التسوق في المحلات العصرية الكبيرة the fourth country عندنا هنا اليوم اللي هي فرانس الدولة الرابعة اللي هي فرانس فرانس is a big country دولة فرنسا هي دولة كبيرة جدا but the population is quite small لكن عدد السكان فيها قليل جدا but the population is quite small industry and agriculture are both important industry and agriculture are both important الصناعة والزراعة industry اللي هي الصناعة and agriculture اللي هي الزراعة are both important are both important يعني كلاهما both important مهمات they make cars and plants and grow a lot of fruit and vegetables هم يصنعون يعني دولة فرنسا تصنع في السيارات they make cars and plants طائرات and grow a lot of fruit and vegetables ويزرعون الكثير من الفواكه والخضروات فرانس is famous for its shops and restaurants دولة فرنسا مشهورة بمحلاتها for its shops يعني مشهورة فرانس is famous مشهورة بي أو تشتهر بي for its shops بمحلاتها and restaurants ومطاعمها it also has many interesting museums and all buildings لديها أيضا الكثير من المتاحف والمباني القديمة it also has many interesting museums يعني لديها الكثير من المتاحف المشوقة المتيرة it also has many interesting museums and all buildings والمباني القديمة some people say that France is the most beautiful country in Europe بعض الناس يقولون some people say that France is the most beautiful country in Europe يقولون أن فرنسا تعتبر أجمل بلد في أوروبا the most beautiful country in Europe which country has the biggest population japan or France أي دولة تعتبر عدد سكانها أكبر هل هي فرنسا أم اليابان japan has the biggest population japan has the biggest population يعني دولة اليابان هي الأكبر في عدد السكان japan has the biggest population الأكبر في عدد السكان question number six what can visitors see in japan what can visitors see in japan يعني زوار اليابان شن يمكنهم أن يشاهدوا أو يزوروا they can see temples and beautiful gardens they can see all temples المعابد القديمة المعابد القديمة اللي كانوا يستخدموا فيها الناس للعبادة عندهم زمان يعني they can see temples and beautiful gardens يمكنهم أن يروا المعابد القديمة والحضائق الجميلة question number seven what is France famous for what is France famous for يعني بماذا تشتهر فرنسا what is France famous for بماذا تشتهر فرنسا فرنسا is famous for its shops and restaurants فرنسا دولة فرنسا تشتهر بمحلاتها ومطاعمها عندنا قاعدة اليوم في القرام القرام الي ي شين هي الصفات المقارنة صفات المقارنة الصفات المقارنة هنِ عندنا بمعنى المقارنة والمفاضلة comparative and super-lative صفات المقارنة والمفاضلة comparative adjectives comparative adjectives تقارن حاجتين ببعض حاجه أكبر من شيء أصغر من شيء أجمل أكثر أهمية كيف نقارن حاجتين مع بعض comparative adjectives compares someone or something with someone or something else يعني نقارن حاجة بحاجة تانية لما نبقى نقارن شخصنا بشخص تاني أو حاجة معينة بحاجة تانية هذه يقولولها comparative يعني هي المقارنة superlative adjectives compares someone or something to every other person or object in the group لما نقارن حاجة لما نقارن حاجة بجميع الأشياء اللي معاها يعني لو عندنا مثلا فصل عندنا boy أذكى واحد في الفصل مثلا اسمه خالد خالد is the smartest student in the class هنا مفاضلة يعني هو الأذكى الأذكى من الجميع الأذكى من الجميع هذه يقولولها مفاضلة من قارن شخص واحد بالأشخاص الموجودين معاه كلهم أو شيء بالأشياء المحيطة بها كلها الشيء معين بالأشياء المحيطة بكلها نستخدمه superlative adjectives يعني compare someone or something to every other person or object in the ground لما نقارن شيء أو شخص بكل شيء معاه هنا نستخدمه superlative تواب نعرف تركيبة متاع الكمبراتف تركيبة الكمبراتف لما منجوه من قارن شن هي الحاجة اللي منزيدوها للصفة شن هي الحاجة اللي منزيدوها للصفة باش تبدأ يعني نقدر نستخدمها كمقارنة يعني نضيفولها نضيفولها نضيفولي الادجيكتف لو هو الكلمة قصيرة تتكون من مقطع واحد زي عنا مثلا short هنا short قصير shorter أقصر shorter أقصر من shorter أقصر من short shorter nice nicer لاحظوا هنا إنه هي الـ الـ موجودة فزدنا الـ وهنا زدنا ER هنا زدنا ER هنا زدنا short زدنا ER هنا لاحظوا إنه الـ موجودة فزدنا ER لو هذا لو الكلمة لو الصفة قصيرة تتكون من مقطع واحد one syllable لو الصفة تتكون من أكتر من مقطع كيف نضيفه add more before if it is a multi syllable word لو الكلمة أو الصفة طويلة نزيده more قبلها نحط more قبلها وبعد ذلك نحط الصفة زي ما هي توعنا مثلا difficult difficult لاحظوا لاحظوا إنه difficult تتكون من أكتر من مقطع طويلة شوية تجبنا قبلها more more difficult يعني صعب أكتر صعوبة more difficult interesting هنا more interesting interesting more interesting من قدرش نقوله مثلا difficult نزيده ER مجيش غلط لأن الكلمة تتكون من أكتر من مقطع طويلة فنستخدمه قبلها كلمة more باش نقارنه بها حاجتاني نستخدمه كلمة more وهنا interesting نفس الشي استخدمنا كلمة more قبلها more interesting to form superlative adjectives add EST to it and that before it if it is a one syllable word في حالة superlative في حالة المفاضلة شنزيده نزيده للصفة نزيدها EST نزيده بعد الصفة نحط EST وقبل الصفة نحط DA أداة التعريف article DA التعريف short تبدأ the shortest يعني قصير والأقصر قصير short the shortest الأقصر nice رائع the nicest الأروع the nicest الأروع دعاة التعريف لو الكلمة طويلة هذا لو في حالة الكلمة قصيرة one syllable لكن لو الكلمة طويلة شنستخدمه قبلها في حالة المفاضلة superlative نستخدمه must add must before it if it is a multi syllable word نحط كلمة must أو the must before the adjective اللي هي difficult هنا مثلا نحط قبلها the most يعني الأكتر صغوبة أصعب شيء the most difficult difficult هنا صفة adjective اللي هي difficult هنا the most difficult اللي هي السوبرلاتب المفاضلة 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 الأكتر صغوبة interesting هنا مشوق the most interesting بمعنى الأكثر تشويقا interesting the most interesting زدنا قبلها the most هنا لأنها تتكوم من أكتر من مقطع لأن الكلمة طويلة زدناها the most there are few irregular adjectives في بعض الصفات الشادة يعني من زدهاش er في حالة المقارنة ومن زدهاش est في حالة المفاضلة من زدهاش er في حالة comparatif من زدهاش est في حالة السوبرلاتب لكن كيف تتغير الكلمة نهائيا تتغير كلها الكلمة زي أن مثلا الكلمة good adjective اللي هو good better في حالة comparatif the best في حالة السوبرلاتب يعني good جيد لما منقارنوا منحطوش good or no تبدأ better يعني أفضل من better than أفضل من the best الأفضل بكل the best الأفضل the best المهير السوبرلاتب متاع good اللي هي المفاضل الأفضل في الجميع the best بعد هنا بمعنى سيء adjective اللي هي بمعنى سيء worse أسوأ من worse than the worst يعني الأسوأ لاحظوا هنا ما زدنا شي are في حالة بعد هنا ذات كلمة ثانية مرة واحدة بدأت worse وهنا اللي هي comparatif متاع بعد وهنا السوبرلاتب متاع بعد اللي هي the worst الأسوأ في كلمات اللي هي تنتهي بال y كيف نديرولها في حالة comparatif هنا عندنا كلمة happy لما نلقو نهايتها y ال adjective لما نلقو نهايتها y نحو y ونحط i بدلها ونزيد er يعني مثلا كلمة happy شوفوا هنا حين ال y حطينا بدلها i زدنا er تبدأ happy happier سعيد أسعد من the happiest هنا نحن y حطينا بدلها i وزدنا est في حالة الصفات اللي تنتهي بحرف y نحو y نحط i ونزيد er في حالة comparatif ونزيد est في حالة superletif adjectives that contains vowel we double the last letter and add er r عندنا الصفات التي تحتوي على حرف متحرك vowels تحتوي على حرف متحرك زي i o e الحروف المتحركة الخمسة اللي هي i o e u y اللي نحو في حالة الصفة تحتوي على حرف متحرك زي عنا بقى هنا نضعف الحرف الأخير ونزيد er يعني بقى هنا شوفها كيف ضعف that bigger ضعف نا g اللي هو الحرف الأخير درنا مرتين ضف er وهنا نفس الشي biggest ضعف g وزد est يعني كبير أكبر من الأكبر هنا hot لاحظوا أن o هنا هو حرف متحرك زد الحرف الأخير ضعف نزيد t زد er هذا في حالة المقارنة في حالة superlative ضف t ثانية و ضعف t يعني ضعف حرف t زد est في حالة المفاضلة تبدأ الاسخن إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الدرس أتمنى من الله أن تكونوا قد استوعبتموه وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر